يا مساء الفل أهلا بكم أعزائي المتابعين وإن شاء الله هنطلع كده في رسالة يومية عن كاس العرب نتكلم فيها عن اللي حصل خلال اليوم ونتائج المباراة اللي تمت النهاردة حفل افتتاح رائع وتنظيم أكتر من رائع من قطر استعدادا لكاس العالم 2022 إخراج تلفزيوني زي ما انت عاوز تقول قول تصوير عالمي حاجة كده زي اللي بنشوفها في كاس العالم نتمنى بقى المباراة تكون على المستوى نهاردة هنتكلم عن المجموعة الأولى ومباريات قطر والبحرين والمباراة اللي انتهت 1-0 للمنتخب القطري وقال لنا بسمها كده مباراة الأهداف الضائعة أو مباراة الفرص الضائعة أكتر من 10 أهداف محققة للفريقين بالضيع لحد الديئ 95 المنتخب البحرين مضيع كرطين كان ممكن يتعادل بهم المنتخب القطري أكتر من فرصة ضائعة فرص بالجملة وحاجات غريبة من عب عزيز حاتم محرز هدف اللقاء الوحيد في الديئة 69 وضيع أكتر من كورة المعز علي ضيع أكرم عفيف ضيع يعني كان كمية من الفرص الضيع النهاردة للمنتخبين سواء القطري أو البحريني والمباراة انتهت بفوز فريق قطر 1-0 وكده يتصدر المجموعة خصوصا بعد ما نعرف بقى نتيجة المباراة الثانية ما بين العراق وعمان المباراة انتهت بالتعدل 1-1 وكانت مباراة كده دراماتيكية شوت أول لفريق العراقي هجمات متتالية وتزديدات على المرمى وكورتين في العرضة وشوت تاني استحوز عليه المنتخب العماني بعد طرد ياسر آسم وقدروا يحرزوا هدف في الديئة 78 لصلاح اليحيائي ولكن في الديئة 95 أو الديئة 95 من المباراة والوقت الضيع كده يتحسب على المنتخب العماني ركلة جزاء تصدى لها أيمن حسين ضيعها حتى الحاجة الغريبة شفنا مدرب المنتخب العراقي نازل بيقول له يعني ما تشوتش انت التانية وبالفعل حسن عبد الكريم شاط الكرة لما تعادت بناء على قرار من الفار وقدر يحرز منها الهدف مباراة انتهت واحد واحد كده ترتيب المجموعة أصبح قطر في المقدمة برصيد 3 نقاط العراق وعمان مركز 2 و 3 برصيد نقطة 1 والمنتخب البحريني برصيد 0 من النقاط هنتكلم بقى عن المجموعة التانية المجموعة التانية اللي بتضم فرقتين من إفرقيا وفرقتين من آسيا تونس وموريتانيا وكانوا مجموعة واحدة في تصفيات أفرقيا لكاس العالم وسوريا والإمارات وكانوا برضو في مجموعة واحدة في تصفيات كاس العالم هنبدأ بمباراة تونس وموريتانيا المباراة اللي خلصت خمسة واحد للمنتخب التونسي مباراة من جانب واحد ومش عارف أنا الأداء المنتخب الموريتاني النهاردة دون المستوى مش هو ده المنتخب الموريتاني اللي عمل طفرة الفترة اللي فاته تواصل لأمم أفرقيا وعمل أداء جيد خمس أهداف مع الرحمة كده أو مع الرقفة أربع أهداف أحرزهم كل من سيف الدين الجزيري ومحمد فراسب العربي كل واحد هدفين ويوسف المساكني بعد نزوله أضاف هدف في نهاية المباراة في الدقيقة 91 هدف المنتخب التونسي تلاتة منها في الشوط الأول واثنين في الشوط الثاني والمنتخب الموريتاني أحرز هدف من ضربة جزاء أحرزه مولاي أحمد خليل في الدقيقة 11 من الشوط الأول أو الدقيقة 11 من الوقت الضايع للشوط الأول نعارفين أن الوقت الضايع ده كله كان بسبب إصابة حارس موريتانيا هنشوف بقى المباراة اللي بعد كده ما بين سوريا والإمارات مباراة المنتخب السوري والمنتخب الإماراتي خلصت 2 واحد لصالح منتخب الإمارات منتخب الإمارات قدر في الشوط الأول يستحوز على اللقاء ويحرز هدفين عن طريق كايو كانيدو في الدقيقة 24 وعلي صالح في الدقيقة 30 في الشوط الثاني المنتخب السوري قدر يرجع للمباراة أحرز هدف عن طريق ورد السلامة في الدقيقة 60 ومن بعد الهدف بتاع المنتخب السوري وبدأ المباراة يبقى فيها ندية وصراع وهجمة هنا وهجمة هنا وضيع فرص من المنتخب الإماراتي وضيع فرص من المنتخب السوري آخرها كان في آخر دقيقة من الوقت الضيع خصوصا بعد طرد محمور خميس لعب المنتخب الإماراتي وكرة بعدها الفول يتلعب ويشد ضاع حارس المرمى عليه سيف اللي أبقى المنتخب الإماراتي في المباراة بالفوز ده فوز مستحق المنتخب الإماراتي خلال أداءه للشوط الأول وضيع فرص كده واحدة ضاعت يعني مش عارف أنا علي ما بخط ضيعها إزاي على العموم حاول يلعبها تشيب باس كده طلعت برة وبعدها كرة للمنتخب الإماراتي تضيع ضيع العديد من الفرص من الفريقين ولكن فوز المنتخب الإماراتي رفع رصيده من نقاط لتلات نقاط بيتساوى مع المنتخب التونسي على الصدارة بكده ترتيب المجموعة هيكون المنتخب التونسي في الصدارة هو والمنتخب الإماراتي مركز أول مركز تاني هيفرق الأهداف بس لصالح المنتخب التونسي في المركز الثالث المنتخب السوري وفي المركز الأخير المنتخب الموريتاني بكده قدرنا نقدم جولة عامة كده في مباراة النهاردة اللي بدأت بلقاء تونس مع موريتانيا وانتهت بلقاء سوريا والإمارات أتمنى الحلقة تأجبكم ولو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وحاول تشاير الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين وانتظرونا كل يوم إن شاء الله في رسالة يومية من كاس العرب